أهلنا وإحبابنا ومشاهدي سودانية 24 سعيدة أكون معكم في الإطلالة ديانا دكتور صديق اختصاص أمراض المناعة والحساسية إن شاء الله في المساحة الصغيرة دي هنحاول نتكلم عن أمراض المناعة والحساسية وبما إنه التخصص هو جديد علينا في البلد فأحب أضي إضاءة أولا عن جهاز المناعة الجهاز المناعي هو زي وزالة الدفاع عندنا في البلد وظيفته الأساسية هو الحماية عن الجسم يعني من المايكروبات من الجلاثيم من البكتيريا حتى من الخلايا السرطانية اللي بتنشأ داخل الجزيم الحاجة دي الجهاز المناعي بيتعرف عليها عنده آلية وعنده طرق معينة بيقدر يميز بيها ما بين جسم الإنسان صاحبه وما بين أي حاجة دخيلة يعني بالبسيط كده بيفرق ما بين شنون التابع لجسيمنا وشنون ما تعبع لجسيمنا وسبحان الله ولقد خلقنا كل شي بقدر حد جهاز ده عنده إمكانية تانية مدهشة جدا إنه بيقدر يسيطر على نفسه وبالتالي ما بيحاجم جسم صاحبه وبالتالي برضو لما يتخلص من الجلاثيم بيرجع لوضعه الطبيعي من هنا لما نجي نشوف الأمراض المناعية بنلقاها تلاتة أكسام الجزء الأول إنه تكون في مشكلة إنه جهاز ما قاعد يقوم بوظيفته الأساسية بنلقى المريض بيكون عرضة للأمراض والعدوات والأوبئة زي الجراسيم والميكروبات حتى البسيطة منها الموجودة في البيئة بشكل طبيعي وده في القالب بيصهر في أمراض نقص المناع سواء كانت أولية وراسية أو سواء كانت مكتسبة زي مرض الإيدز مثلا الجزء الثاني من الأمراض دي اللي هي أمراض المناع الزاتية ومن إسيمة معناته إنه الجهاز المناعي بهاجم جسم الإنسان ودي صراحة بتحصل لما يفشل الجهاز في الوظيفة الثانية في وظيفة يميز ما بين شنوه هو جسد الإنسان وما جسد الإنسان فبتنجم إنه بهاجم جسم الإنسان وبيحصل أمراض كثيرة على سبيل الزكر مثلا الزيبة الحمراء أمراض دروماتيزم المفاصل وفي مرض بهجة ديزيز أو مرض بهجة متلازمة بهجة فدي كلها هي واحدة من الأمراض بتاعت المناع الزاتية الجزء الثالث من الأمراض دي لما يقوم الجسم يتفاعل مع الحاجات المحيطة بالبيئة زيادة عن اللزوم فعند أنا مصل بسيط كده سوداني بيقول أي شي بيفوت حده بيتقلب ضده فبتصهر لنا الحساسيات في الحالة دي مثلا تتعرض لشطة بسيطة رياح بسيطة حاجات بسيطة حوالينك في المجتمع يكون تعامل الجهاز المناعي فيه زيادة عن اللزوم فتصهر الحساسيات زي حساسيات الجيوب الأنفية الأزمة الأرتكاريا مرات حتى مرض الإكزيم وهو ما حساسية في الأساس لكن برضو مرات لما نتجهاز المناعي تكون فيه مشاكل بيزيد مدى ظهور الإكزيم على المريض أتمنى أنه تكون كانت المساحة دي مفيدة للمشاهد السوداني وإن شاء الله نلتقي في مرات أخرى نتكلم فيه عن الأمراض المناعية